وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة الصينية بكين هذا اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس شيجين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية جلالته يجري خلال هذه الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس شيجين بينغ والمسؤولين الصينيين تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتوسيع أفاق التعاون المشترك بين البلدين وأخير التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية كما يحضر جلالة الملك المفدى افتتاح المعرض الصيني العربي الأول الذي يقام بمدينة يشنوان الصينية بمقاطعة نيجيشيا وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله إلى مطار بكين الدولي السيد مينك تشان ممثل الحكومة الصينية مساعد وزير الخارجية الصيني وسفيراء البلدين وسعادة الدكتور يي تشينج تشاو قنصل البحرين الفخري في هونغ كونغ والسفراء العرب المعتمدون لدى بكين وعدد من كبار المسؤولين ويرافق جلالة الملك المفدى وفد رسمي مكون منه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى مع السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مع الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي مع الشيخ خرشد بن عبد الله الخليفة ومعالي الشيخ حمد بن إبراهيم الخليفة وسعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة ومعالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز ومعالي لواء الركن الشيخ محمد بن سلمان الخليفة مساعد قائد سلاح الجو الملكي معالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزة وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري مستشار جلالة الملك لشؤون السلطة التشريعية وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة اللواء ركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله العجمان سعادة السفيرة بيبي السيد شرف العلوي سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين كما يرافق جلالته رؤساء التحرير للصحف المحلية